خمسة لتر يبقى اضرابي يبقى هنقوز عشرين معلقة كاسترد وعشرين معلقة سكر وفي الاخر هضيف اربع معلقة نيشا علشان تأكد ان الخليج يربط معي بالزيت في الصيف لان في الصيف احيانا الحاجات اللي فيها نيشا بتفك شوائق هنا هبدأ اضيف السكر يبقى نقول تاني كمية السكر كل لتر هياخد اربع لخمس معلقة من السكر وهياخد اربع معلقة من الكاسترد البودر ومعلقة كبيرة من النيشا حبه بقى انت اضيف السكر باكتر براحتك ده حسب الرغبة بس انا محبش الحاجة مسكر هنا ده خليط القاستر ده بعد ما قلبته كويس جدا هبدأ انزل بيه على الحليب انت بننزل لما الحليب يكون بيغلي خلاص هو بيغلي اهو ابدأ انزل بخليط القاستر ده بس انزل تدريجيا بصوا انا نازل بيه من على جنب